الأمور التي يجب أن ننتبه إليها في هذا الشهر وهو موضوع التوبة الله يحب التوابين سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين التوابون هم مكثر التوبة الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون هؤلاء التوابون يحبهم الله سبحانه وتعالى يحب التوابين جل وعلا المقبلين على الله جل وعلا الطالبين من الله جل وعلا أن يغفر لهم أن يرحمهم أن يتجاوز عن سيئات التوبة إلى الله واجبة النبي الكريم القدوة صلوات ربي وسلامه عليه معصوم وفي الوقت ذاته نبي كريم وقال الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مع هذا كله نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة أنتم متصورون هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة بالله عليكم نحن المذنبون المقصرون هل في عنا أن نتوب إلى الله عشر مرات في اليوم عشرين مرة مع أننا أخطاؤنا كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كله بن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهر تخطئون بالليل هذا من الذي يقول الله جل وعلا فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وتوبتنا بين توبتين من الله أول شيء الله يتوب علينا بأن يهدينا إلى التوبة هذه توبة من الله تبارك وتعالى ثم نتوب ثم يقبل الله توبتنا ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه التوب الرحيم تاب عليهم بهدايتهم إلى التوبة فتابوا فتاب الله عليهم بقبول التوبة فضل الله يخطي سبحانه وتعالى فضل الله عظيم جل وعلا ولا بد أن نتوب إلى الله تباركة في كل يوم وحيانا تقع منا الذنوب ولا نذكرها ننساها نخفل عنها وإذا الإنسان يتوب إلى الله تباركة مما يعلم وما لا يعلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره ما علمت منه وما لم أعلم هكذا تكون أدعية جامعة هكذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يؤلمنا صلى الله عليه وسلم أننا نتوب إلى الله دائما سبحانه وتعالى مما نعلم وما ونؤمم قدر ما نستطيع وهذه تسمى التوبة النصوح التوبة النصوح هي التوبة من جميع الذنوب هذا تسمى التوبة النصوح يا أيها الذين عموا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي شاملة عامة تشمل الذنوبة كلها هذه التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى بها ولا بد في التوبة أن يشعر الإنسان المسلم بالندم على ما وقع منه من الذنب يشعر بالعزم على عدم العودة يعزم في نفسي أنه لا يعود إلى هذا الذنب يقلع عن هذا الذنب إذا اجتمعت هذه الشروط قبلة التوبة الندم العزم على عدم العودة ثم الإقلع يعني ما يصير واحد أجلكم الله بيده كأس الخمر ويقول اللهم مني تبتو إليك طيب ما أقلعت الخمر ما زالت في يدك هذا التوبة كاذبة كذلك واحد يكذب مثلا ويقول اللهم نغفر لي ذنبي اللهم من يتوب إليك من كذبي وهو حط باله بعد نص صعب يروح يشذب هذا التوبة هو باطل لأنه ما عزم على ترتي الذنب فلابد من الإقلاع ولابد من الندم والحزن داخل الصدر ولابد من العزم على عدم العودة فهناك شرط رابع يعني ليس للكل ولكن للبعض إن كان للناس حق عليك كانت حقوق للناس مثلا ظلم هذا أخذ ماله هذا لابد أن يعيد لهم الحقوق ولل التوبة باطلة شروط صحة التوبة ثلاثة شروط صحة التوبة حتى تقبل التوبة لها ثلاثة شروط إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط فهذا لم تقبل توبته وهذه الموانع وهي أن يقلع على الذنب أن يندم يشعر بالندم من داخلي على هذا الذنب أن يعزم على أن لا يعود إليه فهذه الثلاثة إذا تحققت صحة التوبة طبعا معها شرطين وهو أن يكون قبل الغرغرة قبل أن تصروح الحلق وأنه يكون قبل أن طلع الشمس المغربي هذه يعني معلمات الساعة فالقصد أنه ثلاثة شروط وإذا كان حق للآدم يرجعه إذا كان سرق مالا من شخص أو كذا يريد له هذا الحق فالقصد أنه أن يكون نادما أن يعزم من داخل نفسه أنه لن يعود لهذا الذنب الثالث أن يقلعه ما يسأل الإنسان بيده كأس الخمر ويقول الله من يتبت إليك من الخمر هذا كذب يدعي التبوه ما أقلعه هذا طاعة لله ما يخير نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى أصلي أو لا أصلي أنا خافضة صليت ما ألتزم بصراتي أزكي أو لا أزكي خافضة زكيت الواجبات هذه ليس فيها مجال أن الإنسان أفعل أو لا أفعل وإنما يستجيب حجاب الصلاة اللحية الزكاة البر الوالد أي واجب أوجبه الله عليه يجب أن ألتزم به ولا يدزنا أن نقول أنا أخشى أني فعلت يحصلك لا بل يفعل الإنسان الواجب الذي أوجبه الله عليه ويسأل الله ثبت سبحانه وتعالى يدعو الله قل الله ما ثبتني على هذا الواجب وأن ألتزم به ويستغفر الله من ما سبق لما قصر في هذا الواجب سواء كان حجابا سواء كان لحية سواء كان زكاة سواء كان أكربا الصلاة ركعتين يعني سمونا التوبة هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشكل عام لا شك أو الله تبارك إن الحسنات يذهبنا السيئات وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخصصها الإنسان بصلاة ركعتين يسمون سنة التوبة أو ركعتين التوبة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشكل عام أول شيء التوبة يعني ما يسيد وذنب ذنبا ثم بس يصلي ركعتين أو يقرأ من قرار لابد أن يتوب من الذنب خاصة إذا كانت كبيرة لأن الذنوب كما لا يخفى عليه كم تنقسم إلى كنوب كبيرة وصغيرة الصغيرة لا تحتاج إلى توبة وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فقال أهل العلم السيئات هنا المقصود بها الصغائر يعني إن تجتنبوا الكبائر تكفر عنكم الصغائر فالصغائر لا تحتاج إلى توبة أما الكبائر فتحتاج إلى توبة فالأصل إذا أن يتوب إلى الله ثم يعوض سواء بركعتين أو بقراءة سورتين أو صفحتين أو بصدقة أو ببر والديه المهم أن يفعل طاعة يعوض بها تلك المعصية لأن المعصية ثقلت ميزان السيئات خفت موازينه أي خفت موازين الحسنات ثقلت موازين السيئات فهنا يحتاج أن يثق الموازين الحسنات وكما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فالمعصي عبارة عن نكتة أي نقطة سوداء في القلب فالإنسان يحتاج أن يزيل هذه النقطة أو يجعل بدلها نقطة أو معها نقطة بيضاء فهذا مبدأ التعويض عند فعلي المعصية